شوية مع كولر كابتن حشيش فكرة ان يعني لو جبنا عشر مدربين قلنا لهم انتوا هتلعبوا مطشم مع الريال تسعة منهم هيبقوا متخوفين جدا وبيلعبوا جيم مقفول جدا وبيحاولوا يتلعب اقل خسار ممكن لكن واحد منهم وهو ميستر كولر مبارح الحقيقة لعب جيم بيأكد على اكتر من معنى واحد انه مدرب مدرك تماما لشخصية النادي الاهلي مدرب ممكن يقدم بصمة في اللي جاي اخد بالك احنا بنتكلم على شهور بسيطة جدا مش موسم واثنين وبالتالي كولر يمكن نتيجة ظلمته لكن انا الحقيقة حايا بديله حقه هي دي النقلة اللي نقالها كولر للنادي الاهلي لو نرجع بالذاكرة كده المطش باير مينيخ في نفس البطولة انت كنت تريم بتلعب مدافع تعتمد على الحاجات المرتدة على استحياء واتغلبت اتنين اللي مزعل الجمهور النادي الاهلي ان مبارح الاداء كان كويس وفيه اداء هجومي يمكن انت وصلت المرمى ريال مدريد قبل ما هم يوصلوا للمرمى بتاعك مزبوط بكورة شريف وبعدها الشحات وبعدها عبدالقادر اللي لعبها يعني يعطي فرص الفرص دي جاي نتيجة لهجوم منظم في بعض الفترات مشكلتك ان التوقيت بتاع الاهداف كان صعب شوي اكتر يعني حاجة او اكتر ظروف صعبة بالنسبة للفريق انه هو يتغلب الشوت الاولاني في الاخر واحد صفر ونزل في اول دي الشوت التاني كمان انت مش تلعبش فرقة محلية انت بتلعب اكبر فريق في العالم من حيث الاسم وحصد البطولات ولعيبة 850 مليون يورو التسويق بتاعهم قيمة تسويقية ولعيبة وفرقة كاسبانة كل فرقة الارض عشان كده انا برجع اقول ان بعض الناس قبل المباراة قالت فيه اصابات وفيه كذا انا طلعت ليلة المباراة قلت يا جماعة البديل ده بالعكس ده البديل ده عنده حافز اكثر انه هو ينزل وفيش حاجة اسمه في ريال مدريد قص البديل اقل من كله مستوى واحد لون انبارا حارس المرمى بديل كورتوها لعب جيم كواس جدا كله مستوى واحد كورت طاهر دي عايزة حارس مرمى وكورت شحات برضو لشحات وعشان كده برضو ليلة المطش انا كنت هنا في القناة وقلت يا جماعة يعني مش عايزين بالغ في الامل قوي لازم يكون وقعيين لان هي في الاخر بعد تفوق المدرب بتاعنا وتفوق اللعيبة هي مسألة قدرات فردية انا بشوف المبالغة دي مكسب حد ذاتها كابتال هي مكسب انك انت تبقى رايح تلعب مع الريال بكل الفرق اللي حاجة بتتكلم عليها وبين فرق بين كورة في اوروبا وكورة في افريقيا عموما يعني ويبقى في مبالغة وفي طموح وفي ثقة عند الجمهور ده شيء مش ممكن يبقى غير معنادي الاهلي هو ده اللي خلاك ان انت تظهر وتهاجم لان انت برضو تامن مرة دي ما تعتبرش قليلة انت رجلك هناك بقى لك فترة ومحقق برونزية وبرونزية دي مش سهلة يعني برونزية دي مش سهلة انك تحققها انت في الثلاث نصح كسبت كل ابطال القرارات بس اسناء ابطال اوروبا ومدارس مختلفة وبعدين انت ماتش مبارح انت لعب قبليه ماتشين في مدة ليلة قوي وصفر بين اوكلاند وسياتل الاثنين في وقت قليل بزلت مجهود وكسبت مدرستين مختلفة الراجل جاي اساسا من البلد يلعبك يلسه اقول مباراة يلعب مباراة في الدورة ففي ناحية برضو فيها نوع من الاجهاد عشان كده الراجل لا هو نظام البطولة سيئ وانا مش عارف ليه الراجل يعني ايه الفرق بين بطل اوروبا وبطل افريقيا ده بطل قارة وده بطل قارة لو حدت تفتكر البيان اللي طلعوا المجلس سرات نادي لأهل كابتال الحمد الخطيب بعد النسخة اللي فاتت وكان مدي اربع نقاط انا فاكره كويس اول لان انا كن دي الشرف ان انا زائت هذا البيان وانا فاكر منهم نقطة ان ما فيش تكافؤ فرص في بطريق العالم للاندية وكان من ضمن النقطة لحدك تفضلت يا كابتال محمد قلت عليها ان ليه بطل اوروبا بيجي على قبل النهائي وبطل امريكا الجنوبية وابريكا الجنوبية الكلام ده كان في البيان كان في البيان وانه لازم تبقى يبقى فيه يعني ان انت انت لعب مطشين بتلاتة صفر مش بس عدد المطشات انت بتتكلم ان احنا راحين فلمينجو جي من من البرازيل على طنجا وقاعد فيها بالزبط انت جيت على تطوان ورحت لطنجا واختل رماتش واحد ولعب مطش قبل ان هي قابلك بيوم يعني لعب هو التلات مع الهلال انت لعب لاربع تقدر عمر وجهة نظري تقدر توصل للفينال لازم نظام بطولة تغير لازم نظام النسخة اللي جاية مفترض انه مختلف تمام العدد الانداهي هزيد واخده ثلاثة من اوروبا يعني هتبقى هو ده الفير انما مع ذلك الاهلي برضو الجمهور كان عنده طموح زي ما احنا بنقول لان عارف ان النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي بتوقع التحديات ومروا بظروف أصعب من كده وعملوا مباريات كويسة وكان عندنا أمل لان احنا احساسنا كان عالي اول فترة الأخيرة بمستوى النادي الاهلي ولعبته مستوى الجهاز اللي موجود فعشان كده الطموح وبعدين خلي بالك انت اللي ما تفرجش على المطش مبارح ما يصدقش يعني النتيجة اربعة دي اللي تفرج على المطش يا جماعة مبارح ما قلش النتيجة دي هو ده يمزع للناس النتيجة دي لا تليق بالأداء اللي عمله النادي الاهلي لان انت كان فيه نقط معانا كان ممكن تغير المطش خالص يعني كرة قفشة دي كان ممكن ترجعك نان اتنين اتنين خلاص زودت المعنويات تصدر التوتر لريال مدريد ممكن ربنا يكرمك بهدف بالزبط ان شاء الله توصل درابات جزاء هتوصل ممكن فيه كلام وقلنا الكلام ده برضو ملحب